اشتركوا في القناة لها مملكة البحرين من هذه القناة القطرية المشبوهة عبر نشر الادعاءات الباطلة والمضللة فيما شدد أهالي المحافظة على وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأكد المحافظ أن أبناء البحرين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم ومن سائر المدن والقرى لن يتوانوا عن الرد على الأكاذيب والسموم التي تبثها هذه القناة التي اعتادت إثارة الفتنة وخلق الانقسامات وشق النسيج الوطني ولن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي ودعم الجزيرة القطرية التطرف والإرهاب من خلال تسخير منصاتها للجماعات الخارجة عن القانون حيث أصبحت هذه القناة مفضوحة أمام شعوب المنطقة بعد أن أظهرت أهدافها الحقيقية وأثنى المحافظ على جهود شرطة البحرين بشكل عام ومديرية شرطة المحرك بشكل خاص في إطار التزامها بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية مضيفا أن من يحاول النيلة من عمل شرطة البحرين المتميز لا يدرك تاريخها الطويل والمشرف وما تتمتع به من جهزية والتزام بالقانون ومعايير حقوق الإنسان حيث أن ضباطها وأفرادها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع البحريني الذي تحكمه العادات والتقاليد الأصيلة والقيم العربية والإسلامية في الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته وأشهد محافظ العاصمة بما تبنته الوزارة من مبادرات وتجارب ناجحة ساهمت في تعزيز تواصل الشرطة مع المجتمع وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتصبح هذه التجربة أنموذجا يحتذى به بين دول المنطقة والعالم منوها بأن السجل الحقيقي لمملكة البحرين يزخر بالمنجزات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر